يا المزين من البرا، ما هي حوالك من داخل؟ مثل تونسي، معروف عالدخر المعنى بتاعه بالعربية الفصحة، ما تحكمش على الكتاب من غلافه ولا من عنوانه كما تحب انتي المزين اللي نحكي بعليه اليوم، فما منه برشة وما فما حتى منع وأنوي صادفك واحد منهم في حياتك إذا كانت طفلة وبينسير، إذا كان عندك مواقع تواصل اجتماعي إذا كانت طفلة كيف كيف؟ ينجم ما يمشي في بالك، بلين انتي لقيت فتاة أحلامك في بعض مواقع التواصل الاجتماعي فتاة جميلة بنظمة كيف تحبها انتي ويمكن حتى خير مالي تحبها انتي تعارف ولي غزل، الغزل يولي حب، والحب يولي تعلق لكن متوفيش من بعض قصة الحب هذه بزواج وعدول في البلدية بل توفى بوكيل جمهورية تشريح ومحكمة وتطلع حب حياتك اللي سيبون سميت صغارك معها وبنيت معها مستقبلك في مخك بسيكوباتة قتلت أرواح وسفاحة والحقيقة متاحة ما عندها حتى علاقة بالمظهر متاحة المظهر في شيرة وهي في شيرة هذه هي كيوت بات بسايكو كيوت بات ما نعرش المهم بسيكوباتة حاجة تصير وصارت برشة مرات في برشة مواقعة تعارف ولعل قضيتنا متاع اليوم قضية مشابه لشي هذا ولا حتى أخيب ومتأكد كونك كلكو سواء طفل وقل طفلة عازب وقل عازبي بعد القضية هذي بتولي تخمم ألف مرة قبل ما تقابل إنسان تعرفت عليه من سوشال ميديا وهو دي جاء حتى مقبل القضية هذي حاجة لازم مش أي إنسان تعرف عليه بسوشال ميديا نقابله في الدنيا رأي الدنيا تخوف بالرسمي رأيه 2014 الدنيا تخوف عادي تحكي معا إنسان في الانترنت تلقاه عز الناس تقابله في الدنيا تلقاه يعظ يعظك من رأسك يعظك ما بالرسمي تعرف الشعب بلأ ما يمنع سمحني ما يمنع إنك تقابل إنسان يطلع عنده هواية ولا عنده هو يحب يعظه اللعبة تراوح من غير بوذنه ولا غير خشمه سعب عليك وانتوك كالعادة ما تنسيش تخلي لايك وسبسكرايب تواسيب كل شيء أهب تخلي لايك وبعد أرجع الفيديو فالو على انستغرام ونضم الجروب متاعنا متاع الفيسبوك وخالينا ننطلقوا في القضية متاعنا متاع اليوم قضيتنا اليوم ستفر بنا بعيد بعيد وباش ترزنا للإنجليز الإنجليز بالضبط نهارة 24 سبتمبر من عام 2009 وعندما دخلنا الأدغال مقاطعة كنت بلاسة غبية لكل أخضار وخلي مخلي لا يمكن أن ندخلوا أحدنا بل أن ندخلوا مع الحاكم واللي جاه بلاغ بلاغ بيزار على الأخر من قبل الرجل ما ندروش علي ماذا كان يعمل غادي لكنه كان يقول بلي هو القاة فاليجا وشكلها مريب غريب وعجيب فاليجا كانت مطيشة في البلاسة هذيك ويدور عليها الذبان وريحتها حشيكم ما تبشر بالخير لا أحب سيتو يقرب لها لتوح الحكاية في رأسه والسبب هذيك أخطر سيضرب قرروا أنه يخرج منها ويتصل بالحاكم عندك ثلاثة حاجات كترون في الشارع متقرب لهم أول حاجة ساشيم طيشة بحذب وبيل ثاني حاجة فاليجا يدور علي الذبان وثالث حاجة إنسان يحكي وحكي فينا نبدأ ندور ونحكي واحد يراني وانتارش أنه نعظر راني بالرسمي في شارع نعظ رد بيل أكيد عارفين ما هو موجود في الفاليجا ليس كندر سوربرايز وواضحة عارفين لكل ما هو موجود ليس تباش وليس شوكولاتة وليس حكوك المرجعين مهربين من تزاير بل نحكيه على وجوه الثائدة مية بشرية صغرون بعض الشيء كان طولها ميتر وخمسين أكيد مفارقة لحياة وما كانتش صغيرة في العمر إنس عمرها في ثلاثين ايت ومطبقة في الفاليجة المسكينة وخونا القاتل ربي هدية بعد ما قتلها مينبالفها بحاجة استرها بيها بل كانت المسكينة مش لابسة حتى شيء كما خلقها ربي سبحانه وهكيك كما تولدت موجودة في الفاليجة ربي هدي سبب الوفاة قعد مجهول على الرغم من مجهودات الطب الشرعي ولي كان يقول بيلي سعيب شوية وأنهم يتعرفوا على سبب الوفاة بما أن وجوه الثالثة المسكينة كانت في طور التحلل كان عندها مديدة مطايشة غادي كانت عندها مديدة مطايشة في الأدغال في فاليجة مسكرة من البر بقفل وبينسير مش فرهادها وهي في وسط الفاليجة بل بشكم كواة تغطي ريحة ليرفريش ريحة الجثة اللي سبحان الله على رغم أنه عمل الفاز ليرفريش سكر عليها بقفل وطايشها في الإخلال المخلي باقي وصل لها الحاكم ووصلت الفاليجة للبحاث ووصلت الجثة للطب الشرعي الشيء اللي يبين كونه قدرة ربي سبحانه على أظهر الحق أقوى من أي فكرة نجم تخرج من أي مجرم وأي قتل الرواح أي صفيح وأي إنسان والفكرة اللي خطرت في بالجموع اللي في الطب الشرعي ما كانتش فكرة جديدة بل كانت فكرة مستنسين دي ما يعملوها فكرتهم كانت هو أنهم يحاولوا وأنهم يتعرفوا على زمن وقوع الجريمة حاسب حاشيكم الدوت الصغير اللي يخرج من الجثة الخطة كانت كونهم يكتشفوا وقت إيش صارت الجريمة واللي نجم يكون متزامن مع النهار اللي اختفت فيه على الأنظار ولعله يكون فمشكون وهكي كي يكونوا على الأقل عرفوا أهويتها ووقت يبدأوا في البحث على أسباب الوفاة والفاعل وفقهم ربي ومشيت صحيحة واكتشفوا كون الإنسة عندها بريسك عشرة وقال 11 يوم وهي متوفية وجوث لقاوها نهار 24 سبتمبر من عام 2009 بما معناه الأخت وفاة بالضبط يأما نهار 13 سبتمبر وإلا نهار 14 سبتمبر في الأثناء هم دي جاء قاعدين يطلعوا في يوم وفاة الأخت مجموعة أخرى من الأطباء كانوا قادرين وأنهم يستخرجوا واحدة من بصماتها والحسن حظهم كونوا بصمات الأخت كانوا مسجلين وكانوا قادرين وأنهم يتعرفوا على هويتها على الرغم وأنها في الأصل ما هيش إنجليزية وما هيش مولودة في الإنجليز نحكيه على ليا كويستن أنسة فيليبينية تعيش في كريكل وود بلاسة بعيدة أكثر من ساعتين على كنت تعيش بعيدة أكثر من ساعتين على البلاسة والذي يلقى فيها الحاكم الجثة متاحة وكانوا في الأصل متأكدين كون الجثة هذه هي جثة الإنسة ليا كويستن بما أنه كما قلنا يقول التب الشرعي بالجثة قتلت يا أم نهار 13 سبتمبر وقال نهار 14 سبتمبر والأخت ليا كانت ضائعة وأصدقائها بلغوا عليها بضبط في نهار 13 سبتمبر طفلة دافية وعويقلة حتى حد روحها جاءت للإنجليز لكي تحسن من حياتها وتلقى روحها مطيشة في فليجة ليس لابسة حتى شيء ومعها واحدة إيرفريش على الريحة ما هي اللي صار عليها وكيف إيش أصد غادي للريف على الرغم أنها تسكن بعيد على البلاسة هذيك بسعتي هل أنه الفعل اللي قتلها قتلها وهزها غادي بشي بعضها لروح الشكوك هل أنه هي اللي مشيت له صارت الجريمة غادي وطيشها غادي وشكونوا من أصله اللي يعمل فيها الشيء هذا الكل وعليش يعلم بها ربي جاي من الأبعاد من الفلبين جاءت للإنجليز بش تخدم تلقى روحي في فليجة مطيشة عريان لا المستعان وعمرها كان 37 سنة عزبة ما عندها حتى حد كان أخويتها وأمها وبقوها كان عليها وأنها تخدم حتى سويع زايدة بش نجم تعاون عائلتها في الفلبين وكانت تخدم في دار رعاية متعموا سنين كانت سعيدة وفرحانة بحيتها وبخدمتها تحب زملائها في العمل وهم زادوا يحبوها ويعزوها والسبابة ذاكة لكلهم تحيروا عليها نهار 13 سبتمبر وقت اللي ما جيتش للخدمة مش عويدها سويع زايدة ما تفلتهمش فما بالك ساعات العمل العاديين وحتى إذا كيني بش تغيب من متوقع وأنها تعلمهم ومستحيل تغيب من غير ما تقول لهم لكنها في نهار ذاكة لجيت ولقالت لشكون باللي هي مايش بش تجي وخلات زميلاتها في حيرة ما كانوش قادرين وأنهم يتحصلوا عليها والأنسة في غربة وما عندها حتى حد والسبابة ذاكة خافوا عليها وقروا أنهم يبلغوا الحاكم لعل وعسى صرت لها حاجة ما صرت لهش حاجة بل الظاهر كون وللأسف شديد صاروا لها برشة حاجات كان على الحاكم بينسير وأنه يعرفهم الكل بمفاهم هوية الفاعل قرر الحاكم وأنه يتبع خطوات الأخت من أيامات قبل ما تختفيه عن طريق الكارتبونكير متاحها ويشوفها وين كانت تصرف في فلوسها وكيف كيف عن طريق الكارتبونكير اللي كانت تستعمل فيها في التنقل بتنقله العموم واللي إتضح كونها استعملتها بالضبط نهار 12 سبتمبر قبل نهار واحد من اختفائها بجتتنقل من البلاسة اللي كانت تسكن فيها كريكو الوود إلى بلاسة بعيدة على البلاسة اللي كانت تسكن فيها بساعة كاملة شم هزها غادي لش كونه مشيت وعليش من اللي مشيت ما عادش راجع أسألة كان على الحاكم وأنه يجيوب عليهم وما كانش قادر وأنه يجيوب عليهم وحده والسبب ذاك قرر الحاكم وأنه يستعين بصديق واستعانوا بالإعلام واللي هبطوا تصويرتها واللي خطفتها واحدة من كاميرا وقت المراقبة وطلبوا ملعبات وأنهم يعاونوهم إذا كانت شفوها وين مشيت وإلا شفوها مع شكون باقة العملية بالفشل وحتى إنسان ما كان قادر وأنه يعاونهم بمعلومة مفيدة والسبب ذاك واصلوا في التحريات وحدهم على رواحهم وقروا أنهم ينسوا على الأخت شوية وعندهم الحق يحلوا تليفونها والبيسامتها وأغراضها الشخصية ويعملوا تطلع على مساجاتها ومعارفها وعلاقاتها لعله وعساء يلقوا حاجة تنجم تقربهم الفاعل وهذا كان بضابط اللي صار الأخت كان عمرها 37 سنين عايشة وحدها وبرجه لقية وقعت مش تستحس وبما أنها جديدة في الإنجليز وما كانوا عندها برشة معارف التجئت الأخت الموقع تعارف لقاها الحاكم صبطه في البيسام لقاها ديجاء قاعدة تنظم في الأمور كانت تحكي مع شخص اسمه جايسون جود كان مهبّا لها مساجات من نهارة الإختفات وهو يبعث لها في المساجات وينك يا حبي ايش بيك ما تجاوبش وتوحشتك وظهر فيه ما زال ما في بالوش وما كانش في بالو بشايل يصار على حبه أكيد الحاكم لن تجاوبوه على المساجات في بلاس المرحومة ودخل سيتو في دائرة البحث على رغم أنه كما قلنا هو بيدو كان متحير عليها وليس على خطرهم لم يتوقعه مع شخص يوحل ولم يتوقعوش مشتبه فيه آخر بل دعنا نقول لكم ما كان السيدة ذايا كاتب في البروفيل متاعه وقلوا لي أنتوما هل أنه سيدة ذايا مثير للشكوك وإلا لا سيتو كان كاتب بلي عمره 33 سنة أصغر من المرحومة بأربع سنة كان كاتب بديه بالذي هو إنسان ذكي مثقف وقاري أعز الناس متعلم وصاحب مكانة مرموقة في المجتمع ويخدم مدير تنفيذي ليس في أي شركة ولا أي قناة ليس في حنباعل ليس في نسمة ولا حتى الحوار التونسي بل مدير تنفيذي في شركة قناة بي بي سي هذي ليس هم متشكر فيه ولا بعض الكذيبات اللي كتبهم في السيدة متاعه بشي تقبل بل هذا من الأوصاف اللي كتبهم على روح ومن الآخر اسمعني حاشتي إنسان كتب هكا لا يكون إنسان بغفاغ نارسيسيك ولا منحرف نرجسي مع إنسان مضروب في روحه منحرف شبه منحرف لا لا مش شبه منحرف ولا إنسان حاشيكم حاشيكم كذب ولا سبحان الله كتب في بروفيله وفي اللي هو ما يحب كان الفلبينيات ما يحب كان الفلبينيات أكاهاو أكيد الأخت لي ربي يديها وقدشها نية ما كانتش تراف الحكاية كما نحن قاعدين نراوها هاتاو نحن عارفينو يا جورج بالي هو فخ إنه هو فخ يا جورج نحن مساسين بالإجرام والمجرمين هي مايش مستنسا وكانت علانيتها وطاعت في الفخ ظاهر كمين ومسكين الأخت اللي بجتيح في شباكو والعلالية واحدة منهم إنجم يكون صحيح إنسان سكي إنسان موثقف إنسان قاري لكن مستحيل يكون مدير تنفيذي في بي بي سي يخدم عندكم مدير تنفيذي يا أخي بي بي سي بحديتها قلت لهم لا الاسم ذايرانا معمنا ما سمعنا بي السيد ما يخدم في بي بي سي وما عنده حتى علاقة ب بي بي سي ومدامه كذب في الفوزة هذه إنجم يكون يكذب في كل باقي الفوزات اللي كان كتبهم والحاجة الوحيدة اللي كان كتبها واللي متأكدين كونه ماكذبش فئها باللي هو يحب الفلبينيات بما إنه كان يحكي مع الأنسالية حديثه ما كانش حديث عادي وما كانوش مجرد أصدقاء وفاتوا مرحلة التعارف بل كيسرح الحاكم في المحادثات يلقى ليه تقوله في بعض الأحيان باللي هي تحبه وما كانش مجرد حديث يقولك باللي اللي يحب يفعل وكانت في بعض الأحيان تفعل وتمشي بحديه وصلت حتى حكيت لوحدة من زميلاتها عليه وقالت لها باللي هي تحب تعارس بيه جملة واحدة تبكي يحكي معها ويحبها ومتحير عليها علش مش هو اللي يبلغ عليها علش سيتو وقعد يبعث لها في المساجات ويقول له وينك وش بيكي مش تجاوبي في بلاست ما يهبط سورتيران ويأم ما يلوج عليها وقاله يمشي للحك وأكثر من هذك الكل كي سيتو مدير تنفيذي في البي بي سي واللي باس عليه كيفاش توصل الأخت لها موظفة عادية وبسيطة تخلص له هي في نهار منهارات الكريم تاعه حاسب الإستوريك متاع الكونت بانكير متاحة حسابها البانكي واللي في الوقت هذكه كان فيه بريسك 3000 جنيه استرليني بعثت له سيتو 900 جنيه استرليني معناها بعثت له بريسك ثلث الثروة اللي كانت عندها واللي كانت معناه مبلغ بسيط علخ المسكينة تلم فيهم بالفرنك بالفرنك تل ما تحبو بعثت له ثلث الكونت بانكير متاحة موش يقول بالي هو موظف البي بي سي مدير تنفيذي في البي بي سي وتقعها في مرأة مسكينة تتخدم في دار رعاية مسنين وهو فم راجل ياخو فلوس من عند مش حتى مرته صحبته هو مرته عادي ماذا يقبيه الدنيا عادي اما صحبته كل التفاصيل هذهم خلقت سيتو يتحول من مشتبه فيه عادي الى مشتبه فيه كبير والارجح كونه سيتو هو اللي عمل فيها بعض العميل لسبب ما نعرفوش عليه الحقيقة شنينجم يكون لكن اللي نعرفوه كونه كان ثابت كونه توافات حاجة الناس الكل نعرفوها ودجع جثة متاحة كانت ما بين يديهم لكن في نفس الوقت سبحان الله رسيدها البنكي كان يمشي وينقص وهي متوفي الى ان ما قعدت فيه كان بريسك 14 جنيه استرليني فقط ومستحيل تكون الاخت قاعدت تستعمل في الكارتبونكير متاحة في دار الحق غادي لا ينفع المال ولا كارتبونكير ولا بانون ولا حتى شيء كان العمل متاعك الصالح وقال صدقة جارية خليطها في الأرض ابن صالح يدعي لك على وجه الأرض وقال لعلم علمته للعباد أبار سار كارتبونكير متاعك ركما لا لديك ما تعمل به اما هذا ما يمنعش كونه كارتبونكير الأخر كان تمشي وتنقص ما يستعمل فيه الذي كان يصرف لها في فلوسها والذي كان يستعمل لها في الكارتبونكير متاحها ما يكون من دون أدنى شك كان الإنسان الذي يقتلها وليحطها في فليجة وليطيشها في الإخلال المخلي وما يكون كان دافع الجريمة وسبب الشي اللي صار على المسكينة لها هيا الفلوس اللي كانت في الكارتبونكير متاحها على رغم أنها كانت إنسانة بسيطة ومعنديش برشة فلوس تيزوى لي المتجاة مسكينة تسعة من الفيليبين جاءت من الفيليبين تسعة في الإنجليز باش تتدور شوية دوليب السيدة اللي قتلها كان إنسان حقير إنسان ما عندوش رحمة في قلبه إنسان ما عندوش ضمير وظهر فيه زادة ما عندوش فلوس وبيت الحاكم ونسلكوا لقاعده مصدومين وقت اللي يعرفوا بللي سيتو تيل مو كان نذله حقير وفقري حتى من الفيليجة اللي تحطت فعل مرحومة والقفل اللي تسكرت بها الفيليجة هذيك شريهم الفعل بالكارتبونكير متاحها بفلوسها هيا وميبا بفلوسه تيحت من طرف اليرفريش ظهر فيه شريها بفلوسها شوف معناها قديش الفعل ذايا نذله حقير عمالك من هك فسيلم إناجم يكون عملهم جايسين القحاف ومقر سكنه والذي خلط الحاكم يزيد يشك فيه أكثر ويتحول الشك إلى يقين على خاطر حسب البحاث أخونا اللي يسكن غادي كان اسمه في الأصل كلينتون بيلي كلينتون بيلي والذي كان يدعي كونه اسمه جايسين وود مدير تنفيذي في البي بي سي وكان بكل بساطة معديها على العخت المرحومة ليا ومعاييشها في واحد ما كانش صعيب على الحاكم جملة واحدة وأنهم يجيبوه للمركز وجهه بكل الحقائق هذه وكل المعضايات التي كانت عندهم وظهر كونه سيتو ليس في بيلي بيلي ناس الكل على نيتهم والناس الكل ينجم يعديها عليهم كما لها وأول شيء قال للحاكم في التحقيق بعد وجهه لا لا أكيد فاتلكوا أكيد فاتلكوا وأكيد كاميرا كاشي أنتو مقعدين تفرقوا فيهم علي كيف انا مدير تنفيذي في البي بي سي رامز غاليل أخر انا فقت بيك رامز غاليل هذه متاع رمضان كاميرا كاشير رمضان هذا رمضان عما تأتي في رمضان ليس في بيلي ذا هو ينجم معادها عليهم كما عادها على المسكينة لي وكما عادها على المسكينة خطيبته ديبرة سيتو كان خاطب انسا اسمها ديبرة وهي بيضها كانت على نيتها وتصدمت على الأخر على الأخر وقت اللي يسألها الحاكم هل أنها كانت على علم بعليقة خطيبها هو وليا وهي بيضا صدمتهم وقت اللي قلت لهم بللي هي مينبا كان في بالها بللي سيتو كان يستعمل في مواقع التعارف مان في بالهاش بللي هو صابش هي ذاية من نصر هي بيدة كان معيشة فيوها خاءن وكذاب قحافه متحيل وقتال رواح ليا المرحومة ما كانتش تعرف بللي هو كان خاطب خطيبتو ما كانتش عارفة بللي هو يخون فيها ما عليها وليا ودابرة خطيبتو الزوز ما كانوش يعرفه بللي هو يخون فيهم الزوز مع فتيات اخرين اكتشف الحاكم بعد ما طلعوا على المكالمات اللي صارت من تليفونو بللي اخونا كان متقمص شخصية اخرى اسم اخر وحتى خدمة اخرى بللي يعاودي يطيح بها بنيات اخرين بضبط كما طيح الانسالية بللي كيف حتى هما يعدها عليهم وينحيلهم في ليسيتهم تقول ديبرة خطيبتو في البحث توفهمت مصدر ريحة الخايبة اللي كانت خارجة من الجاراج متاعه واللي كان يقول لي بللي هي ريحة حوت شرية قبل وما استعملوش كانت ديبرة تقول بللي ايام متل تالي مشيت بحضها للدار ولاحظت ريحة بيزار على الاخر خارجة من الجاراج متاعه ريحة يقول سيتو بللي المصدر متاعه حوت شرية ما كلاهوش وفسد لكن تقول الخطيبة بعد الكلام اللي سمعتهم الحاكم بللي ما تكون كان ريحة جوثة المرحومة اللي المسكينة واللي الأرجح كونو اقتلها كلينتون غادي في الدار وطياشها في الجاراج قرر الحاكمو انو طول يتحرك الجاراج لعلى وعسي يلقاو حاجة تثبت الكلام هذا وافيكيف مو القاو اثار متعدم كانوا متابقين مع دم المرحومة ليها القاو كيف كيف مفتح القفل اللي سكر به خونا الفليجة والقاو زيدة معطر جو كما معطر الجو اللي حطوا سيتو في الفليجة اتضحوا انو سيتو كان مخلي جوثة المرحومة في الجاراج وفي الأثناء وقت اللي هي كانت مطيشة في الجاراج متاعه كان دي جاء مركح فريسة أخرى من نفس موقع التعارو ومع الفريسة هذي جديدة ما كانوا جوزة يحكيو في الموقع بل جيبها بحضة هي زيدة في الدار وقت اللي المرحومة كانت مطيشة في الجاراج وكان يحتسي معاها في الخمرة الفخرة واللي بانسير ما شريعيش بفلوسه بل شريعها القحاف بفلوس وكارتبونكية المرحومة ليها واللي كانت مطيشة في الجاراج متاعه ما حابش يخليها غادي وحسب لي هو لازم يتخلص منها في أقرب وقت ما كانتش عنده كرهبة وما كانش نجم يهز وجوثها في التران بشي طيشة في الريف والسبب هذيكا طلب من خطيبتو ديبرا وأنها تكريلو كرهبة بشكومسي يهز فيها الحوت الفاسد اللي كان في الجاراج بما أنه قليلها باليوم ينجمشي هزهم في المواصلات مشيت لخطة صحيحة واتعدت عليها وكريت له كرهبة وهز جوثها بعد ما حطتها في الفاليجة وسكر عليها بالكدناة وطيش المسكينة في الريف وقعدت غادي بريسك حداش يوم كاملين إلى أن ألقاش كون بالزهر على الرغم مشاهدة الكل على الرغم من كل الأبحاث وعلى الرغم من كل الأدلة كان سيتو شي صحيح كونه المسكين خطيه وما عنده حتى علاقة باليصار عليها وما كانوا في الأصل يستنوا فيه حتى لين يستعرف وتوما بينسير كان ثابت عليها لكن سيتو باقي مش مأيس وباقي يحب يطيح في الحكم متاعه على قد ما ينجم وقال لهم بالي هو ما كتلهاش الأخ توفيت وحدها وبعد هو تخلص منها جابها للدار سبحان الله يصير توفيت وبعد هو حتى في فاليجة وطيشة خطيه معناه تي مظلوم مسكين الراجل ممنع سيتو من دون أدنى شك من السجن وتم الحكم عليه بثلاثين عام وراء القذبان وبتهمت قتل الآن ساليا وزيدو خمس سنين أخرين على الشي اللي عملوا في جثتها وكيفاش حتى في فاليجة وعريانا وحط معها وحدة يرفريش وطيشها بشي ضيح هذا الكل خونة كلينتون عملوا في خاطر ألفين جنيه استرليني كانت كانت جي تكلمت إيراني سالفتهم إيراني أعطيتهم لك منجيب فأدلك عليك برشة ألفين جنيه وكتلني وحطني في فاليجة ومتخوهم الوقت والإنرجي اللي يحطهم في الجريمة كان مشيح حال بهم لايف تيك توك وقعد يقول أنا سمك أنا سمك وكبسوا وكبسوا يرى وعمل بهم دوبل وتريب متاع الفلوس ورى ومتخلش الحبس برشة في القضية هذه ليمو الأخت ليها كيفاش أختي تعطي ثيقة في إنسان كاتب على روحه هكاكا في اليوم حتى أبال اليوم وظهر يكذب وظهر ما يخدمش في بي بي سي بما إنه إنسان يخدم ودير تنفيذي في بي بي سي مستحيل يقاح في طفل ما زالك يعرفها في حق الكري سبحان الله لعلى الأخت نية ومشيت معها في الخط لكن نحن بيسير ما نكونوش كيفها وأول حاجة ما نستعملوش مواقع التعارف ضمم تعلم تندر والحكاية ذو ما تقفها ما نعطيه لحتى إنسان ثيقة مفرطة سيرتو إنسان نعرفوه من السوشال ميديا ايه سيرتو ما نمشيه مع حتى إنسان عرفنا من السوشال ميديا لدارو كلكو سواء طفل ولا طفلة معني حتى كانك طفل ما تمشيش مع طفل وحتى كان طفلة يتدري أنت بي لك شي حطولك ما منوم ولا ولا ما يا أخوة تدري على بلاي ساحب يسيب عليك بلا مشاكل يقول الجموع على هذه القضية كونه كلينتون كان معمل وأنه يرد الحكاية هذه عبارة خدمة كل مرة يركح طفلة يهزل فلوسها ويتعدل لبعدها لكنه سبحان الله من غبائه طاح من أول إنسانه يقتلها وظهر كونه ليس في باله بل الحاكم كما الفتيات التي كان يحكي معهم وكما نجم يعديها على ديبرة خطيبته على ليال وعلى الطفلة الأخرى التي كان يركح فيها ينجم كفتيف يعديها على الحاكم والحكومة والناس الكل قلوا لي أنتم كيف يشتراوا القضية هذه وماذا يرىكم في خونة كلينتون الصفيح القحر لا تنسوا كل عادة لن تخليوا لايك وسبسكرايب اشتركوا على انستغرام ونضموا الناس فيسبوك ونتقابلوا بإذن الله السبت الجاي في قضية جديدة بيساو